تعود إلى إشارة بيل حول عمل المغرب مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أجل مصالحها كيف تعتقد أن المغرب يمكن أن يستفيد من نفوذه في إفريقيا للدفع بمسألة الصحراء إلى الأمام؟ لقد أثرت آدم وبيل نقاطاً هامة خاصة فيما يتعلق باختراق الجزائريين للسلك الدبلوماسي في الأمم المتحدة وتمكنوا من ممارسة النفوذ في نيويورك ولكن أعتقد أن بوسع المغرب عمل المزيد على الصعيد الدولي خاصة في إفريقيا لضمان تفاهم الأطراف الإفريقية لحقيقة أن المغرب نجح اقتصادياً أكثر من غيره خاصة في الصناعة والتصدير والتعدين خاصة الفوسفات لأن المغرب تمكن من توفير قدر أكبر من الأمن وإذا نظرنا إلى دول الجوار كالجزائر وليبيا وتونس سنجد أنها تعرضت لهجمات إرهابية ضخمة حتى مصر تعاني من هجمات إرهابية من الداخل هكذا يتضح أن المغرب تمكن من تقريص الجماعات الإسلامية التي تمارس الإرهاب وتمكن من تحقيق أداء أفضل في مكافحة الإرهاب بمساندة من الولايات المتحدة فإذا تمكن المغرب من تقديم صورة واضحة تثبت أن الاقتصاد القوي يستند إلى الأمن القوي وأن مسالة الصحراء قضية أمنية لأنها تتعلق بوجود مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة أعتقد أن الدول الإفريقية سوف تساند موقف المغرب ترجمة نانسي قنقر